معاناة جديدة تضاف إلى ما خلفه الزلزال المدمر من مآسن والذي ضرب سوريا والتركيا تجلت بفقدان الاتصالات في المناطق المتضررة فقد التواصل عبر مختلف الطرق مع من يقيمون في المناطق التركية المنكوبة منذ أن ضربها الزلزال وسط محاولات حثيثة لذويهم من أجل الوصول إليهم دون أي جدوى الزلزال خلف دمارا هائلا في تركيا دمر البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء وأبراج التغطية ما جعل المنطقة منقطعة تماما عن العالم الخارجي وسط مناشدات للأهالي للاطمئنان على أقاربهم يوجد أعداد كبيرة من السوريين في المناطق التركية التي فقدت الاتصالات خاصة في هاتاي وغازعنتاب وأورفا وكهرمان مرعش حيث لم يعد الوصول إليهم سهلا في حين حاول أقاربهم البحث بمختلف الطرق للوصول إليهم حتى لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صورهم علهم يصلون إلى شيء أوريانت وفي سبيل تقديم أي مساعدة ممكنة أطلقت خدمة خاصة تحت عنوان إبلاغ عن مفقود وذلك عبر رابط مثبت في موقعها للكتروني طريقة عمله بسيطة تكون من خلال وضع الاسم الكامل للشخص المفقود والدولة والمنطقة التي فقد فيها مع إمكانية وضع صورة له وإضافة معلومات مفصلة تدعم عملية البحث الشخص الذي لديه مفقود يضع اسمه ورقم هاتفه في الخانة الظاهرة للتواصل معه في حال ورود أي معلومات عن من يبحث عنه